اهتزت مدينة طنجة أمس السبتة على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طالب جامعي عثر عليه مذبوحاً وسط شقة يكتريها بمنطقة مسنانة. وفي هذا الصدد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمى تحت عنوان كلنا أنور للمطالبة بكشف ما حدث مع الطالب أنور بعد العثور على جثته بشقته في طنجة. وعرفت هذه الحملة انضمام مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للمطالبة من خلالها بتحقيق العدالة لأنور واعتقال الجنات المتورطين. وغصت مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية بفيديوهات وصور الطالب الذي كان نشيطاً على موقع تيك توك. الضحية أنور ينحدر من مدينة العرائش ويبلغ من العمر حوالي عشرون سنة طالب بكلية العلوم والتقنيات بطنجة. وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة قد فتحت أمس السبتة تحقيقاً في ملابسات مقتل طالب تم العثور على جثته داخل منزل بحي مسنان بمدينة طنجة. اشتركوا في القناة